أهلا بحضراتكم إنجازات كبيرة حققتها تجارة مصر الخارجية بفضل شراكات قوية مستدامة مع مختلف التجمعات الاقتصادية حول العالم وفي ظل الاهتمام والدعم الكبيرين اللذين أولتهما القيادة السياسية لتعزيز قطاع التجارة الخارجية المصري فقد قامت مصر و43 دولة إفريقية بالتوقيع على اتفاق إطلاقي منطقة التجارة الحرة في قارتنا الإفريقية عملت مصر كذلك على تفعيل اتفاق التجارة الحرة مع تجمع دول الميركسور وتوقيع وثيقة إطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي وقعت مصر كذلك على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية التوقيع على هذه الاتفاقيات إنما يأتي في إطار خطة لزيادة حجم الصادرات المصرية وصولا إلى 100 مليار دولار كهدف أساسي للصادرات المصرية مع تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير القطاعات المختلفة وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية أبرمت مصر تعاقدات تصديرية مع قطاعات مختلفة بقيمة مليارين وستمائة مليون دولار إضافة إلى إتاحة 609 مناقصات دولية مع دول خارجية كما تم توفير فرص استثمارية في مجالات مختلفة بقيمة بلغت 9 مليارات و800 مليون دولار هكذا إذن تسعى مصر للزيادة وتعظيم الاستفادة من ميزاتها التنافسية تعظيم استطاعت مصر من خلاله أن تصل بحجم صادراتها إلى معدلات استثنائية وغير مسبوقة وفق التقارير الأخيرة لكنها على كل ذلك لا تحقق إلا خطوة واحدة من مسار الألف خطوة الذي ينتهي بنا للوصول إلى غاية بـ 100 مليار دولار صادرات سنوية